يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير ومسر وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير الرابع والذي يأتخذ وحدة موضوعية متكاملة وهي بيان منهج العلاقات التي رسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة حلقتنا اليوم حلقة خاصة هذه الخصوصية تتجه إلى نوعية الذين نتعامل معهم في هذه العلاقة الخاصة ذلكم هي العلاقة مع الطالب والطلاب والتلاميذ سواء كانوا طلابا أو طالبات بالنسبة للمعلمات ديننا دين العلم كما هو معلوم دين الرقي والمعرفة ألا أدل على ذلك من أن أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي في العلم اقرأ باسم ربك الذي خلق فهي التوجيه إلى مادة إلى وسيلة الحصول على العلم وهي القراءة فديننا دين العلم لا يماري في ذلك أحد ولا يشك في ذلك أحد إذا كان الأمر كذلك فنحن نحتاج إلى المعلم ونحتاج إلى المتعلم يحتاج هذا المعلم إلى صفات معينة من أهم هذه الصفات التي يجب أن يتعلمها لكي يستثمرها ويتعامل بها هي نوعية العلاقات مع هؤلاء الطلاب النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا هذا المنهج ابتداء أولا بالحرص على التعليم بأنه كان المعلم الأول عليه الصلاة والسلام ينطلق في النظرة إلى هؤلاء التلاميذ من الحرص على تربيتهم وتعليمهم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الوسائل الممكنة لإيصال هذا العلم ويتربى عليه هذا الطالب تجد مثلا الدعاء على سبيل المثال ابن عم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا في مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره لا يتجاوز 12 سنة 13 سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تعليم هذا الصبي العلم الذي يوصله إلى درجات علا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يقول اللهم فقهه في التأفيف اللهم علمه التأويل وفقهه في التنزيل فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه ولذا كان ابن عباس رضي الله عنهما من أئمة العلم الذين حصلوا هذا العلم ابن عباس هذا كان له صديق هذا الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لابن عباس ويقول نذهب نأتي إلى آخرة ويرى أن ابن عباس حريص على سؤال كبار الصحابة عن مسائل معينة فيقول هذا الصديق لابن عباس هل الناس محتاجين إليك وفيهم أبو بكر وعمر فكان ابن عباس يتركه ويذهب يتعلم العلم ذهبت السنون وبعد عشرات من السنين يأتي هذا الصديق ويرى ابن عباس هو المعلم وقد حصل ما حصل من العلم الوفير فينظر إليه ويقول كان هذا الفتى أعقل مني هذه ثمر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فالمعلم عليه أن يحرص على تعليم تلاميذه بقدر ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا غير ابن عباس مثلا معاذ رضي الله عنه ومعاذ توفي وهو صغير العمر لا يتجاوز خمس وثلاثين سنة ومع ذلك من كبار الصحابة في العلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسله إلى اليمن ليعلم الناس من ذلك أبو هريرة رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى حرصه على حمل الحديث وعلى سماع أكثر قدر ممكن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رائد أهل الصفة الصفة هذه غرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها بعض الفقراء فكان أبو هريرة رائد الصفة فلا يتخلف عن درس للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان أكثر الصحابة رواية للحديث ويخبر عن نفسه رضي الله عنه أن المهاجرين والأنصار مشغلين في الحياة بالتجارة وطلب الرزق والعيش وما إلى ذلك لكنني أنا لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على ما يملأ بطني فقط على ما يسد جوعه فحصل ما حصل من العلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابسط ردائك فبسطه فدعا له ثم لما رداءه فحمل من الأحاديث ما حمل وروى عن نبي صلى الله عليه وسلم ما روى الأمر الثاني أن يستخدم المعلم الوسائل التي توصل المعلومة إلى هذا التلميذ بقدر ما يستطيع من ذلك الوسيلة المباشرة الإلقى وهذا معروف لكن هناك وسائل أخرى وسائل في التوجيه الدقيق النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التوجيه الدقيق الحرص على الوصايا ركب معه ابن عباس مرة فقال يا غلام إني أعلمك كلمات كلمات يعني معدودة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في الرخى يعرفك في الشدة إلى آخر ما قال عمر بن أبي سلم كان صغير طفل صغير جدا بعدما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلم بعد وفاة زوجها فكان يأكل معه ورأى يده تطيش في الصحفة في الإناء فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذه أساليب مباشرة وصايا دقيقة فالمعلم عليه أن يحرص على مثل هذه الوسائل وغيرها من ذلك مثلا استخدام التشويق ما بالوا أقوام فعلوا كذا فيأتي بظاهرة من الظواهر يتحدث عنها هذا المعلم بطريقة التشويق النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذه الطريقة إما بالأسلوب السابق ما بالوا أقوام وإما على أيضا حتى في المخاطبة المباشرة يقول لأبي بن كعب رضي الله عنه أتدري أي آية من كتاب الله معك يعني ما هي الآية العظمى في كتاب الله قال نعم يقول أبي نعم إني أعلمها آية الكرسي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيعطي اسلوب للتشويق في توصيل المعلومة من أهم المناهج في التعليم الهدوء والرفق والرفق ما كان في شيء إلا زانة لماذا الإنسان المعلم تجده يتوتر يشتد كأنه مقبل على جيش صبحكم ومساكم ما علم أن هؤلاء الأبناء أو أن المعلمة هؤلاء البنات جاءوا ليتعلموا بذل والديهم ما بذلوا لأجل أن يتعلموا فأنت والدهم في العلم فإذا كان الأمر كذلك الرفق الرفق ما كان في شيء إلا زانة ولذلك معاوية بن بالحكم السلامي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت ما رأيت معلما أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق يوصل المعلومة الرفق يحبب الطلاب والتلاميذ فيك الرفق يعطيك مساحة للتفكير الرفق يجعلك لا تندم على شيء تقوله وأنت في حال التوتر والشدة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل أعرابي وبال في ناحية المسجد قام بعض الصحابة ليسجروا لينهروه قال لا تنهروه لا تزرموه دعوه فلما انقضى بوله قال أمر بذنوب من ماء يعني دلوا من ماء إناء في إناء وصبوا على هذا البول في بعض الرواية تقول النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة فقال في بعض الروايات وإن كان بعض أهل العلم لا يثبتها اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحجروا واسعا من ذلكم سبقت الإشارة إلي بصورة سريعة الدعاء ادعو لطلابك ادعو لتلاميذك أقل الأحوال أنهم امتداد لك في العلم والنبي صلى الله عليه وسلم وجه أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث منها أو علم ينتفع به أعظم ما تخلفه أن يخلفك تلميذ لك فيوصل ما تعلمه منك إلى الآخرين فاحرص على الدعاء له أيضا استخدام الأساليب المشوقة كما ذكرت مثل اسلوب الاستفهام من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا حتى واصل وأبو بكر يقول أنا هذا اسلوب لإصال معلومة قال من عمل في ذلك يعني أصبح صائم وأنفق واتبع جنازة فقال يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية التعليم بالعمل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى العمل التعليم بالقصة التعليم بضرب الأمثال لتقريب هذه المعلومة التشويق بالقصة بل القرآن ملآن من القصص قصص الأنبياء قصص الأولين قصص آخر الزمان قصص يوم القيامة إلى آخر ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك الرعاية العامة للمتعلمين بتحسس مشاكلهم وما يحتاجون هذا لماذا حزين وذاك لماذا حركته كثيرة أدرس هذا الأمر لكي يكون لك نصيب من تقويمه فيكون أجره لك الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المنهج العظيم للتعامل مع الطلاب فالله الله لنرقى بمستوى التعليم من خلال التعامل بهذا المنهج عانني الله وإياكم على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً وبركاته قوة